وقد ورد حديث عند أحمد وأهل السنن حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من فتنة الصدر قال وكيع هو الذي يقع في فتنة ثم يموت ولا يستغفر منها وقال بعض أهل علم وكل هذا داخل في فتنة الصدر الضيق الذي يجري لك من أمور الدنيا ومن مشاكلها الوساوس والشبهات التي تكون في قلبك المتاعب الشبهات الشكوك كل ذلك من فتنة الصدر وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم وصحاحة والجماعة ومع هؤلاء حظ من النظر في تصحيحه وعلى كل حل سواء ثبت هذا الحديث أو لم يثبت فأنت عبد الله مأمور بأن تسأل الله أن يجنبك الشر هو أعظم الشرور أن تفتن في صدرك بشبهات أو بشكوك أو بوساوس أو بضيق لأن الإنسان إذا ضاق صدره قلت عبادته لكن لو ضاق صدر المسلم فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى سيجعل الله بعد عسر يسرى يعقب الشرور أعظم الشرور أن تفتن في صدر المسلم فعليه ويسرى إن عبد الله عليك